السلام عليكم ورحمة الله كديرين لبس عليكم كنت من هذا الفيديو ورقاكم في أحسن الأحوال كيف ديما وكنبدو بالصلاة على رسول الله ومصلي وبارك على سيدنا محمد اليوم جيت نشارك معكم واحد الأكلة سوريا وهي صانية بطاطس كجيزوين البنت وكجي رائع وكنتمنى أنكم تجربوها وتخليوا لي التعليقات لكم وستعجبكم وكنتمنى أنكم تعطيوني رأيي لكم فيها بالنسبة لهذه الوصفة اليوم ستدرب البطاطس ستكون بطاطس تدربة العبورة ستكون بطاطس سوف أكبر ستكون بطاطس ثم نستحسن بطاطس نحتاج بطاطس تضحون البرال الأخير وعندنا البخيضة الدجاج بعد ما خصلته مزيان ونقيته حيث تمنم الجلدة يعني قاعدوك الشوائب اللي تكون فيه نحكم بالملحة ونشللهم بالخلر يبقى ونقين ومزيانين يعني وعندما نرى مزيرة التي يكونوا شغالين بزيان البطارة كيف ما قلنا سنحتاجوا التومة بودر إلا ما عندك ممكن أن تحكي رئيسة التومة عادية هنا سنحتاج واحد كنور أو ضامة البنة الدجاج ونحتاج البهارات السبع هذا هو السير هذه الصينية للبطارة لا نستطيع منح بطبيعة الحال لا نستطيع مكون آخر من البهارات التي لدينا هنا سنستطيع زيت الزيتون وممكن أنكم تعودوا بالزيت النباتي بالنسبة لهذه الوصفة سنبدأ بسم الله على بركتي الله أول شيء سنأخذ الصينية اللي ستدخل الفرن أي صينية عندك سنضع البطارة سنضع الزيت زيت الزيت لن نخافه منه سنضع ملحة لا نقوش لنقوش سنضع البطارة لنقوش 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 سنقوم بتقوية الحج البابريكة سيقوم بتعمري تحمري لا يوجد مشكلة سوف نخلط بها هذه العناصر بشكل مرحبا بكم كاملين ومرحبا لأخوات الأخوات اللي قدامين معنا مرحبا والف مرحبا وكنت من الناس اللي أول مرة شاهدوا القناة يتقابوني عندي في القناة وان شاء الله ستشوفي معي الجديد وكل وصفات اللي متواضعة ومبسطة كيف ديما ان شاء الله محتوى قناة في المستوى يعني بالشهادة بزفة الأخوات كنشكور الناس القدام اللي كانوا معنا ومرحبا بجزء الناس جديد وما تنسوش اللايكات ووصلوا هذا الفيديو العدد كبير اللايكات هنا بالنسبة الشرمولة سنأخذ الدجاج اللي سنضيفه البودرة التوم هكا هذه قياس ملقى الصغيرة البودرة التوم هنا قد نضيف الزيت الزيتن 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 كل بهارات ولكن لا نضيفه بكل كامل سنضغل القياس معلقة صغيرة سوف نضغل على هذه النسمة سنضغل هذا الضامد البنة دجاجة في تبيع الحال ضروري هذا الضامد البنة وبالنسبة للآخر والذي يسهلوني على البهارات السبع بالنسبة للبهارات السبع سيتأخذهم من عند الوازم الحلويات ستجدونهم عنده وإذا لم تكن لديه البهارات السبع ستأخذوا واحد الاربعة الربعة البهارات ستجدوا معهم تحونة وشوية الكاري ستجدوا هذا الشيء كامل عند الوازم الحلويات يعني الناس الذين يبيعوا الوازم الحلويات بالنسبة لهذا هنا سنضغلوا طبيعي ستجدوا ممكن أن تجدوا لا أريد أن أقوموا ولكن ممكن أن تجدوا وصفة صحيحة ممكن أن تجدوا وحضانوا من السوس ستجدوا سأخذ البطاطا وسأضع الفخيضات فخيضات ستجدوا على حسب عدد الأشخاص ستجدوا أضع الفخيضات ستجدوا أضع الفخيضات أضع البطاطا ستجدوا ستجدوا من الوسط سأخذ نصف الكويس الماء وسأمرق بها كما في القنش وسأخذكم ستجدوا 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 بالنسبة لهذه السينية سأخذ الكتربي أو أي ورق الطبخ ستجدوا ثم ستجدوا 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 نغلق السلد الزمال كي لا يأخذ البخاء وضع البخاء وضع البخاء سوف نتحن على درجة حرامية وعشرين ضرورة يوجد فراندية في شعر ملتح ونجعلها من الفوق اضعها ثانية ونطلقها لكي نرى الشكل النهائي لهذا الطبق هذا الطبق هذا الطبق يجب أن يأتي من الفرن يجب أن يكون محمر ونجعله بسخونة وكنت في خيضات يأتي من الفرن يأتي من حمرين وطيفين كيف ترى أن يأتي من الفرن سوف نتمنى أنكم تجربوا واجبكم كيف ترى أن يأتي من الفرن هذا الطبق سوف نقوم بزين بطماطوريس هذا سوف نضيف حمرين ونجعله سوف نطلب حمرين بطماطوريس كيف ترى الديكور بزين يجربوا واركة جيدة ومستمر بزينة نبدأ سوف نضع البطاطة مع الججاج لماذا لا نضع الشرم هذه السنية في الفرم سوف تزيين وصافي سوف نضع الخضورة و سوف نضع خضورة على خضورة وستخدم الطبق روز أو خضورة سوف نضع الخضورة يرفقها في خضورة و البصلة هناك غلايدة اول زيتون زيتون خلوة جيد من هذا الطبق اليوم يعجبكم وينار الريضة وينار ستحسن ويمنى من الناس الذين يأول مرة يشاهدوا قناة انضموا القناة ويكبروا العائلة ويتضغوا على هذا الجرس بيش يتوصلوا بكل ما هو جديد عندنا ويمنى المطبخ البسط المتواضع كنتم انكم تقبلوا عليه وشكرا لكم ومتابعة وشكر الناس القدام وما تنسونيش من التعليق وتوصلوا الفيديو العدد كبير ديال لايكات وكنشكركم زي جزيلا الشكر عندي ديما مشكل مع جزيلا الشكر كنشكركم بزاف والسلام عليكم الى فيديو قادم وبصحة وراحة اشتركوا في القناة